شباب تخيلوا ان اشتلت الشرح ووصلت اخر موضوع بالملزمة والحسن الحظ طلعت موقفة التسجيل ومسجلة فقط نص دقيقة وهذا اعيد الشرح من جديد واو المهم هنكمل فهس شنو عندنا الاشي يسمونه التيومر طبعا صلي دبريشن هساني حاليا فخلي ناخد التيومر زوف كدني التيومر زوف كدني لدينا نوعين التيومر زوف تصيب التلضين وتشيب التأكد الادلتس هس حاليا نناقش الادلتس اللي تصيب التلضين هو يسمين الوليومز تيومر الى تصيب التلضين هو هنرينا السيل كارسينوما فناخذ هسه هذا الرينا السيل كارسينوما هذا القراث عبرانس monk هاي واحده ثاني شي من ايش يساولها cross section راح اشوف هاي المناطق الصفرة احشوف هاذا الهيموريج راح اشوف هاذا شوي منطقة بيضة اكو اريا جوا صاير بيه هني crosses هسا بعد شوي مناخذ ال cross section اشوف هنا خلا شوفهم يا هنانا اه هذا 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 وايت اه العفو هاذا المنطقة اليلو هاذي هاذا ال golden yellow هاذا شوي على white هاذا ال golden yellow هاي منطقة اوف هيموريج هاي مناطق شوي صاير بيها نيكروسيز فبال cross section راح اشوف golden yellow area وراح اشوف وياها اكو نيكروسيز واكو وياها هيموريج فهاذا الاشياء الي اشوف هن كأبيرانس انه اكو ال defined area اكو non capsulated اكو golden area اكو نيكروسيز واكو هيموريج زين اهنانا دايصير دايصير انه اكو دفاكت الفجين اليو هال ال vhl gene دايصير الانيشيشن هاذا التيومور عدني النسبة دايصير بال الادلز اكثر شي بنسبة 85 بالمية اه نوبات يصير احنا انت كدنا نعرف انه الكدني يطلع منها فين فاحيانا يصير انفايجين هاذا الفين يعني التيوموريج يبلش يغزو هاذا الفين فبالتالي عاشوف شنو عاشوفي ما تشوريه بعدين شن يقول يقول انه مو كل الحالات يصير بها انفولدمنت هاذا الفين لكن اه يكون هو كمان طبعا الانفولدمنت سكون كمان بس مو كل هسر لها تانيشي عنده قابليه حتى يسوي متاساسيز اه اغلب مناطق يسوي هم متاساسيز هو اللانج والبون واكو مناطق ثانية بس اكثر شي هو اللانج والبون فهنان هم ينعيد الصورة نفسها في دايقول اه سوولها ديسكروبشن فاجأ اوصفها اقول اكو الديفايند نينكابسوليتد تيومر اه اكو شنو اكو الكات سكشن بهاذي الجولدين يلو ارية وهنا ندي يصير انفيجن دي هاذا الفين اللي هو الرينا الفين وهذا هو ديسكروبشن واضح اه طبعا احنا ضرور جدا اكو اكو انفيجن هذا الرينا الفين لانه هو هنا منطقته ومن بين هون الارية فوقه صارة الديفايند فهسا عدنا الهايبرنافراما انه هاذي الكدني من جوه من جوه هنانه ديطلع لتيومر فهذا التيومر ديضغط على الكدني فاذا تاخد شي شكل كراس كراند شكل مثل هلا فيسميه الكراس كراند شايف كدني وهم نفس الديسكروبشن انه اكو الديفايند نينكابسوليتد تيومر واكو بالكراس سكشن اكو اريا اوف همارج واكو اريا اوف نيكروس اكو جولدين يلو ايريا والكدني دي تاخد شكل كراس كراند اوف تيومر فوق التيومر موجودة الكدني هذا هو الكروس سكشن اللي قلنا ديطلع لي الكل دين اريا ديطلع لي فاذ الهيمارج والنكروسيز وهذه الديتياز اللي اقلو شي قلتها زين الخلايا الكانسر هنا اكيد فاذ اكو فاذ اورجن معين لها فالأورجن مالته هو هذا التيوبيول اه كنا نعرف انه عندي جلوميريولاي بعدين بروكزملكونبيول تيوبيول وبعدين لوب اوفلي وبعدين دستركونMaster الدوبيول فهنا الخلايا الذين دا تضليني هذا الكانسر هو الخلايا المباطن لكوبيول جميعها لكوبيول الي هو هذا اللي هني الا البروكزمل بالتحديد البروكزملكونفيول يقولي الرسك فاكتر هو السموكينج هو الانالجيزيك ابيوز الكلينيكال فيترز عندي كوستوفرتبرا البين الظلع وراء من وراء دي يرتبط بالفرتبرا الكولوم فمنطقة الاتقاء الظلع بالفرتبرا الكولوم هذي المنطقة اللي دي يقصده هنا بالكوستوفرتبرا البين هذي يصير الوجهة بعد هيماتورية قلنا قصدن اذا نسوي روج للغينال فين اكو بلببل ماس من الابدومن يعني من الجهة تحسس اكو بلببل ماس اكو فلانك بين اكو نوباتي يسوي متاستيس وطبعا 25% من الحالات اللي يجون ويستم تصنيفهم بالغينال سيال كارسينومي يكون صار عندهم غالبا متاستيس لاللينج او البون او السكن او اللوفر او البرين اذا تريد سمن طبعا شي كي سيرجري وكيمواثرابي هذي الصور موضحك جدا هذي نفسه هي مكبرها واللي هي نفسها اللي فوق موجودة فهنانا شي سوي خلينا نتفق على سالفه انه هذا التيوبيو للخلايا المبطنة اليه تكون يعني هي تشي طبقة واحدة وخلايا تكون بشكل كيبويدل هذا هو النورمال اهنان اللي دي يصير هذه الخلايا دي يزيد عدد طبقاته هي تشي فاذا تطيني شكل يا اما بشكل كور اه هذي واحدة ثاني شي نوع الخلية نفسها شكلها دي يتغير دي يكون ياما راوندد وهو الطبيعي المفضل كيبويدل ياما تكون بولي جونالد فا اكو تشينج على انطاق الخلية وثاني شي سايتو بلازم مالته دي يتطيني شكلين ياما يكون كلير سايتو بلازم هيك بس كشي ماكو بيه هيك شي صافي هذا الشي يسمي بسبب انه اكو لبا دي بوزيشن فا اكو كلير سايتو بلازم هي اما اكو يجي غرانيولز اهنان متروسة اللي هي عبارة عن غلايكوجين فا اكو اه هذا هو الديسكربشن فا اذا نجي هنا اه الصورة البالنظري اوضح من هذا بلا بس دقيقة هس هذي خلايا كتير واضحة واضحة جدا هذي كلها كلير سايتو بلازم مالتها ها هذاني 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 كلهن بيهن غلايكوجين دي بوزيشن فاني من هنذا اعرف اه هذا غينال سايل كارسينوما اهنان انا ما اضحة اللي قدناه يقول برسنس اوف تيما السيلز از سويل تشيت كورد او تيوبولز والخلية نفسها ممكن تكون لا اه تكون لارج او راوند او بولي اه قونال سال والسايتو بلازم ممكن يكون كلير او غرانيولار فهسا على انطاق الطبقات هي المفروض تكون سيمبل اهنان الساعة ساعتية اما شيت اما كورد اما تيوبول اي واحدة ثاني شي على انطاق شكل الخلية نفسي يقول ياما تكون راوند ياما تكون بولي قونال وكمحتوى لسا يتب لازم ياما يكون كلير بسبب اللي بالديبوزيشن هو ما كتب هنا بس موجودة بالنظرية كلير بسبب اللي بالديبوزيشن او ممكن تكون قرانيولار بسبب هذا الصورة بعد من جديد منضحة اه هذا تشوفون كلير سايتو بلازم كدير هذا كله كلير سايتو بلازم زين هسا الوليمز تيومر اللي هو النفسه النيفرو بلاستوما اللي هو الكمان بتشرد عن طبعا هذا يكون الآن ايضا ليكواني بلازمم افارة سايتو عن طبعا ايدي هيا أن ممكن يكون في نفس الوقت فيسميه الساين كورونس فيسمي الساين كورونس او في وقت مختلف ميتا كورونس يعني مثلا اذا اليوم عشر عشرة لقوا واحدة من الخليات بيها نيو بلازم لقوا بيها الوليامز تيومر وبنفس الوقت سووا هذه الخلية لقوها صار بيها نفس التيومر فهذا سيسميه الساين كورونس او مثلا يوم عشرة بشهر وبعدين عشرين بشهر لقوا الثانية بيها فهذا سيسميه الميتا كورونس يعني مجرد مصطلحات لا اكثر نجي نسوي الليجين الليجين ديصير هناك نسوي الديسكروبشن احلى اول شي دتكون الارياء الديفايند وننكبسوليتد دتشوفون مفصصة هذا الفص هذا الفص هذا الفص هذا الفص المهم هي الارياء كلها مفصصة فهذا يقول انه الماس يلوبوليتد بعد الكتسكشن يكون فلشي فلشي يعني شون هسا دا شوفوا لما هسا دا شوفوا لما عمالته فهو صار فلشي تان وانت ماس ولنهان دا يكون ما بالنسبة للاريجين فهو امبريوجينيك رينال تشو يعني النسيج هو اصلا خلال الديفلوبمنت مالته دا يصير به او بسبب جينيتك ابنورمالاتيز بالنسبة للكلينيكال فيتشار زيجي بالبابل ماس بيلس هاذا دا شوفوا هذا كله هاذا كله ترى هاذا كله اش اسمه الوليامز تيومر هاذا كله اذا شوفينا بالنظرية خدنا صورة سيتي سكان يعني يعني سنقول هذا الترانك مات البيشينت وهذه الكدني فهي منتد منها والحد هنا وهي شي يجي ماخذة من الترانك فانتو منها وقيتوش قد يعني حجمها كبير فبابل بيلس الاسبدومنال ماس في فور انوريزي نيزي وومتينج وهيماتوريا طبعا هالهيماتوريا تكون بيلس بيلس يعني يسوي تبول ويطلع الدم بس بيلس زين نيجي على الهيستولوجيك ابيرانس مانته الباثوهيستولوجي اكو يسميه التريفايسيك ابيرانس يعني بثلاث اشكال من الخلايا اول شي خلايا الابيثيلي السيلز اللي هتكون مشابهة لخلايا التيوبولز اللي هي هذا اصلا حتى مغتب على بالك التيوبولز هذي هي الابيثيلي السيلز فيقول عدي الابيثيلي الكمبوننت هذي اللي هي الابيثيلي السيلز هاي وحده ثاني شي اذا تشوفون هذي هذي هو السيترومة طبعا احنا متعلمين انه اغلب السيترومة من يمتكونة من فايبرو بلاس فاذا اش راح ألقي بها راح ألقي بها فايبروستيك اور spindle shaped cells هاسها ابيثيليل او شي ابيثيليل كومبوننت اللي هي عبارة عن خلايا مشابهة بالتوبولز عبروطة بالتوبولز هاي وحده ثاني شيء السيترومة الكمبوننت اللي هي عبارة عن الفبريناوستيك اور spindle shapes بعد بلاستيميك كومبوننت هاي بلاستيميك كومبوننت تكون هاي هو مكبرها اللي هي مشابهة الهادي تكون دارك بلو very blue تايتي باكت بلو سيال ذنوينهن فهس الكمبوننت ما تلوني يمز تيومر هنه ثلاثة يسمي هين tri-facic appearance ابيثيليل stromal و بلاستيميك ايكون of good prognosis اكسسلنت result are obtained with the combination with nephorectomy وكيمو ثرابي بعشنو survival two years usually بعشنو هذا راجع قال all three types ليه البثير سيال stromal blastemic components لانه مضحن الانبلاجيات توقع قنا نعرف شنو ابنبلاجيا انه دايسة عندي hyperchromagia hyperchromagia البليومورفزم كذلك البولي بلويد ساذن يكون هنا نعرف من ميتاتك في كرازمات هسه هنا نقف ونشرح ال hydronifrosis واحد اشتركوا في القناة